اه ها 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه ويقضي فلا راد لقضائه ولا غالب لأمره وهو سريع الحساب لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه ولا غنى إلا في الافتقار إليه وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات حديثنا في هذه الليلة المباركة عن أمر من أهم الأمور بالنسبة للمسلم ألا وهو العلم يكفي العلم شرفا وفخرا ومنزلة ومكانة أن أول كلمة من كلام الله عز وجل الذي أنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم كلمة اقرأ التي تدعو إلى العلم نعلم جميعا أن أول ما نزل من القرآن الكريم الآيات الخمس الأول من سورة العلق التي يقول فيها ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم في هذه الآيات الخمس ذكر الحق تبارك وتعالى العلم والقراءة وما يطلب من أدوات العلم ست مرات تعالوا بنا نقوم بالعد والإحصاء اقرأ هذه المرة الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم هذه المرة الثانية الذي علم بالقلم علم المرة الثالثة والقلم من أدوات العلم المرة الرابعة علم الإنسان ما لم يعلم علم المرة الخامسة ما لم يعلم المرة الثالثة لماذا هذا يا الله ليبين لنا أهمية العلم والعلم كما بول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قبل القول والعمل من زكاء الإمام البخاري رحمه الله أنه أورد قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم بوّب على هذه الآية بقوله رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل فقبل أن تقول لا إله إلا الله وقبل أن تعمل بمقتضى لا إله إلا الله لا بد أن تعلم ما معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله هذه الجملة من أجلها قامت السماوات والأرض ومن أجلها خلق الله الجن والإنس ومن أجلها كان الثواب والعقاب الجنة والنار فلا يكفي أن تقولها بمجرد كلام اللسان ولا بد أن تعلم معنى هذه الجملة إذن العلم في غاية الأهمية للإنسان وقد تحدثت آيات القرآن الكريم كثيرا عن العلم والعلماء وبيّنت مكانة العلم وأهل العلم قال تعالى قلها ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون استفهام إنكاري استنكاري هناك فارق كبير وبول شاسع بين من يعلم وبين من لا يعلم وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء والخشية خوف بعلم أكثر الناس خشية وأكثر الناس خوفا من الله عز وجل هم أولو العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء وأهل العلم يرفعهم الله عز وجل كما يرفع تعالى أهل الإيمان كما يرفع تعالى أهل الإيمان قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال ابن القيم رحمه الله قسم الله تعالى في القرآن الكريم الناس إلى قسمين أهل العلم فجعلهم هم المبصرون وأهل الجهالة فجعلهم هم العميان والاختيار لك إذا أردت أن تكون مبصرا فعليك بالعلم أما إذا رضيت بالجح فلا شك أنك أعمى قال تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب اللهم ارزقنا العلم النافع وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة الكثير من الأحاديث التي تبين لنا فضل العلم والتي تحض على طلب العلم روى البخاري في صحيحه عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا الحديث بيّن لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيرية الحق في من رزقه الله الفقه في الدين بالعلم وبالتعلم كثير من الناس يظنون أن الخيرية في غير ذلك ولا شك أنهم واهمون مخطئون فمن الناس من يظن أن الخيرية في المال الكثير والخير الوفير ومنهم من يظن أن الخيرية في كثرة الأولاد ومنهم من يقول بل هي في الجاه والمنصب ومنهم ومنهم كذب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال جميعا وقال وهو الصادق المصدوق من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وروا مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فيا أمة الإسلام يا من تريدون الجنة ها هو نبيكم صلى الله عليه وسلم يرشدكم إلى طريق يوصلكم إلى الجنة ما هو طريق العلم طلب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح فاختر لنفسك يا عبد الله أن تكون من أي الأصناف لا شك أن أعلاها وأغلاها وأفضلها وفي مقدمتها وطليعتها العالم الرباني ثم يأتي من بعد ذلك المتعلم على سبيل النجاح لأنك لن تنجو من الفتن لن تنجو من النار لن تنجو من الأخطار إلا بالعلم أما الصنف الثالث أعاذني الله وإياكم من أن نكون منهم فهم عامة الناس من أهل الجهالح همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح نسأل الله السلامة تعلم العلم وقرأ تحس فخار النبوة ألم تر أن الله قال ليحيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل شرف الإنسان لا يكون إلا بالعلم لا يكون بالقوة ولا يكون بالمال ولا يكون بكسرة المطعوم والمشروب ولا يكون بالمظهر والجمال والثياب الغالية النفيسة لو كان الأمر بهذه لو كان الشرف بهذه الأمور لنا فستنا الحيوان وتفوقت علينا لا شك في هذا ولا جدال لو جئنا إلى مسألة الطعام والشراب من الناس من يفخر بأنه يأتي بجهي الطعام وبعزب الشراب ويظن أنه بذلك نال شرفا وفخرا ومنزلة ومكانة يقول أهل العلم لو قارننا بين الإنسان وبين الثور ذكروا الأبقار فلا شك أن بطن الثور أعظم من بطن الإنسان يأكل أكثر ويشرب أكثر ولو كان الأمر يتعلق بجمال المنظر فلا شك أن الطواويس وطيور الزينة وأسماك الزينة أبهى في المنظر وأجمل في زينتها من الإنسان ولو كان الأمر بالقوة والتحمل فلا شك أن الجمل والفيل أقوى من الإنسان ولو كان الأمر يتعلق بكسرة المسافدة وكسرة النكاح والجماع ومعاشرة النساء فالكل يعلم أن العصافير والأرانب تتفوق على البشر في هذا المضمار إذن لم يبقى شرف للإنسان إلا في العلم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يجعلنا من طلاب العلم والعلوم كثيرة وبعضها أعلى وأشرف من بعض قسم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمات رب البرية العلوم المتعلقة بالشرع إلى خمسة أنواع أولها وأعلاها وأغلاها علم التوحيد وسماه بعلم حياة الدين وحقا يستحق هذا العلم هذا الإسم لأنه لا حياة لدين الإسلام إلا بتوحيد الملك العلام علم حياة الدين علم التوحيد وثانيها علم التفسير والسنة أن تفهم القرآن الكريم وأن تفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسماها ابن تيمية رحمه الله علم غذاء الدين فدينك لا يتغذى إلا بمعرفة ما في كتاب الله وبمعرفة ما في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالثها علم الفقه وسماه ابن تيمية رحمه الله بعلم دواء الدين لأنه إذا نزلت بك نازلة فكأن علة أصابتك فأنت تريد دواء لهذه العلة وهذا في الفقه حل لكل المسائل وليميع الإشكالات ورابعها علم الفلسفة والمنطق والكلام الذي أضر بكثير من الناس لذلك سماه ابن تيمية رحمه الله بعلم داء الدين داء الدين علم الفلسفة والمنطق والكلام وخامسها نعوذ بالله من شر هذا العلم علم السحر والتنجيم وسمه ابن تيمية رحمه الله بعلم هلاك الدين إذا تعلم الإنسان السحر والتنجيم فقد أهلك دينه نسأل الله السلامة لو نظرنا إلى أجل العلوم وأشرفها علم حياة الدين علم التوحيد لماذا نال هذا العلم هذا الشرف وهذه المكانة لأنه يوصلك إلى الله عز وجل لأنه يعرفك بملك الملوك عز وجل فما أحوجنا إخوة الكرام إلى أن نتعرف على خالقنا وبارئنا ورازقنا تبارك وتعالى وعز وجل لابد أن نعلم علما يقينا لا ريب فيه ولا شك أن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خلق السماوات والأرضين وخلق العالمين أجمعين وجعل الجنة والنار والثواب والعقاب والحشرة والنشخ والبعث ليجازي كل إنسان بما عمل في الدنيا فحياتنا الدنيا هذه دار اختبار وابتلاء لماذا خلقنا الله عز وجل وهذا سؤال في أصل علم التوحيد يجب علينا أن نعرف الإجابة عنه إجابة صحيحة يقبلها الله تعالى ويرضى عنها لماذا خلقنا الله تعالى هل خلقنا الله عز وجل لنأكل ونشرب ونتزوج ونتكاثر وانتهت القضية لا والله خلقنا الله عز وجل لغاية جليلة ولهدف سامي زكر أهل علم التوحيد أن الله عز وجل خلق الخلق لغايتين الغاية الأولى عبادته ومعنى عبادته توحيده إفراجه بالعبادة فالتوحيد حق الله تعالى على الأبيد لا إله إلا الله نفي وإثبات لا إله تنفي الألوهية عن كل ما عدى الله عز وجل إلا الله تثبت الألوهية لله عز وجل ودائما نحن إذا قلنا لا إله إلا الله نقول بعدها وحده لا شريك له فقولنا وحده تأكيد للإثبات وقولنا لا شريك له تأكيد للنفي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن يقول هذه الجملة في اليوم مئة مرة إذا أصبح ومئة مرة إذا أمس ناله من الخير الكثير الكثير من الأجور روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير مئة مرة في اليوم أنظروا إلى الأثر كانت له عدل عشر رقاب كأنه أعتق عشرا من الرقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه والله إنها لفرصة كبيرة وغنيمة باردة ما أيسرها وما أسهلها أن تقول بلسانك إذا أصبح وأن تقول بلسانك إذا أمسيت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة دقائق معدودة فتنال أخي المشاهد هذا الأجر العظيم لماذا كان هذا الأجر؟ لأن هذا فيه توطيد وتثبيت لدعائم توحيدك حق الله تعالى عليك وتوحيد الله عز وجل هو أول ما دعا إليه الرسل ما من رسول أرسله الله تعالى إلى قومه وما من نبي بعث في أمته إلا ودعاهم إلى الله وحده أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولكن ويا أسفاح ضل الكثير من الناس وحادوا عن منهج رب الناس وبدلا من أن يفردوا الله عز وجل بالعبودية وبالوحدانية إذا بهم يميلون مشرقين ومغربين متخذين من دون الله أندادا فمنهم من عبد البشر ومنهم من عبد الحجر ومنهم من عبد البقر ومنهم ومنهم ضل سعي أولئك وخابوا وخسروا فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة التوحيد إذن الغاية الأولى من خلقنا إفراد الله بالعبادة كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أما الغاية الثانية التي من أجلها خلق الله الخلق جميعا شكر نعم الله عز وجل كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فالله عز وجل أمدنا وأعدنا أمدنا بنعم لا تعد ولا تحصى السمع والبصر واللسان والفؤاد ونعمة اليدين ونعمة القدمين ونعمة الرجلين نعم لا تعد ولا تحصى ألم يقل الله عز وجل ومن أصدق من الله قيل لا أحد وما بكم من نعمة فمن الله ألم يقل الحق تبارك وتعالى أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ألم يقل عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنحمد الله عز وجل ونشكره على هذه النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة أضف إلى ذلك ما سخره الله تعالى لنا في هذا الكون السماء لتضلنا والأرض لتقلنا والماء الذي نشرب والهواء الذي نتنفس والأرض التي نحرصها ونزرعها كل هذه النعم يذكرنا الحق تبارك وتعالى بها في آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم لما؟ ما الهدف؟ ما الغاية؟ لعلكم تشكرون والشكر إخوة الكرام يظن كثير من الناس أنه مقصور على اللسان نعم الشكر باللسان لكنه أيضا لابد أن يكون بالجنان بالقلب وابد أن يكون بالجوارح بالأركان وشكر القلب معرفة صاحب النعم معرفة المنعم الله عز وجل وشكر الجوارح استعمالها في مرضات الله عز وجل وإلا فقد خاب وخسر ولم يفلح ولم ينجح من استعمل نعم الله عز وجل في غير مرضات الله وهب الله تعالى لنا العينين لنبصر بهم الكون المنظور السماء والأرض الجبال والبحار الأنهار والقفار الأطيار والأشجار ونشكر على هذه النعم لكن واء سفاح نجد الكثير من الناس يستعملون هذه النعمة فيما يغضب الله عز وجل في النظر الحرام وقس على ذلك في بقية الجوارح والأركان نعمة السمع من أعظم النعم هل نستعملها فيما يغضب الله عز وجل في سماع الأغاني المحرمة في سماع الغيبة والنميمة في سماع الألفاظ والبذاءات والشتائم والسخائم لقد خاب وخسر من يفعل ذلك لكننا يجب علينا وجوبا تاما لا شك فيه ولا ريب أن نستعمل هذه النعمة في سماع آيات الله عز وجل في سماع أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في سماع مجالس العلم والفقه حتى نكون من أهل الشرف والكرامة والفخر والريادة كما أسلفت القول إخوة الكرام الحديث عن العلم يبين لنا فضل الإسلام وأنه دين الله الحق الذي يدعو الناس للخروج من الجهالح إلى العلم لأن الجهل إخوة الكرام مصيبة ليس هناك مصيبة أعظم من مصيبة الجهل ولذلك يجب أن نقاوم هذه المصيبة بطلب العلم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما العلم بالتعلم بمعنى أنه ليس هناك عزر لإنسان أن يقول فاتتني الفرصة وكبر سني ورق عظمي ويتمثل بقول العوام بعدما شاب وده الكتاب لا يا أخي أطلب العلم ولو كنت في سن الشيخوخة والكبر وقد ذكر لنا التاريخ كثيرا من العلماء الأفزاز ما وصلوا إلى مرتبة العلماء إلا بعد عمر كبير والمثال الواضح للإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية ومشكل الآثار رحمه الله من كبار علماء مصر وهو من قرية طح الأعمدة الموجودة الآن في محافظة المينيا بصعيد مصر هذا الإمام كما يقول عنه المؤرخون بلغ الخمسين من العمر ولم يحصل شيئا من العلوم كان يدور على مجالس العلم وينتقل من مجلس إلى مجلس من مجلس إلى مجلس وكسرة الانتقال بين مجالس العلم لا يحصل الطالب بها علما حتى أن بعض شيوخه قال له يا طحاوي والله لن يأتي منك شيء لماذا قال شيخ الطحاوي هذه الجملة لما رأاه يتنقل بين مجالس العلم ولا يحصل علما وقد بلغ الخمسين فقال يا طحاوي أقسم بالله والله لا يأتي منك شيء ويشاء الله عز وجل وهو الفتاح العليم بعد أن بلغ الطحاوي الخمسين من عمره أن يحصل علوما جمه وأن يبلغ مرتبة في العلم كبيرة أهلته لأن يكون قاضي القضاء بمصر فكان يجلس رحمه الله في مجلس القضاء ويبتسم ويقول رحم الله شيخي لو رآني وكان شيخه قد مات رحم الله شيخي لو رآني لكفر عن يمينه لأنه كان قد أقسم بأنه لن يأتي من الطحاوي شيء فهذا مثال وضح إخواتي الكرام أن الإنسان لا يصاب باليأس أو القنوط ويقول فاتني القطار وأن سني تقدمت وأن العمر قد ذهب أكثره فكيف أحصل علما لا يا أخي بادر من اليوم وتعلم ولو في كل يوم مسألة من المسائل ولو تقف عند آية من آيات القرآن الكريم وتفهم معناها وتدرك مغزاه ولو بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفيد به نفسك وتفيد به غيرك وهذا كما ذكرنا علم غذاء الدين اللهم اجعلنا من الذين يطلبون العلم ويتبعون أحسنه إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواتي الكرام كما قلت لكم من أعظم المصائب التي يصاب بها الإنسان الجهل لكن هناك مصيبة أعظم منها وللأسف موجودة بكثرة ما هي أن يجهل الإنسان أنه جاهل لو أن المرأة أقر بأنه جاهل المشكلة هنا سهلة وليست بعويصة لأنه سيتعلم إقراره واعترافه بجهله أول خطوة لطلب العلم لكن الكثير من الناس يجهلون أنهم جهلاء ويظنون أنهم يعلمون ولذلك قال أهل العلم أن الجهل الجهل مراتب بعضها أخطر من بعض أعلى المراتب وأخطرها وكلمة أعلى لا تناسب المقام المفترض أن يقال أسفل المراتب وأخطرها السفح بعدها الجهل المركب أما أخف أنواع الجهل فهو الجهل البسيط إذن قسم العلماء الجهل إلى ثلاث جهل بسيط وجهل مركب وسفح ما المقصود بالجهل البسيط ألا تعلم شيئا ألا تعلم شيئا صفحة خالية صفحة بيضاء هذا جهل بسيط أمره سهل ويسير لأنك سوف تذكر وسوف تعلم فيكتب في صفحتك هذا العلم أما الجهل المركب فهو أخطر من الجهل البسيط لما لأن معناه أنك تعلم شيئا مغلوطا تعلم شيئا ليس بصحيح فهنا نحن نحتاج إلى جهد وتعب أولا لإزالة هذا الشيء المغلوط ثم لتعريفك بالشيء الصحيح النوع الثالث أخطر الأنواع وأسفلها السفح هذا جهل ليس له دواء ومعناه أن الجاهل يعلم أشياء مغلوطة ويظن أنها الحق يصر على غلطه يصر على خطأه ولا يرضى أن يتلقى شيئا صحيحا نضرب مثالا لأنواع الجهل الثلاثة وبالمثال كما يقال يتضح المقال ضرب الأمثال يقرب المسألة للأفهام لو سألت رجلا متى وقعت غزوة بدر فقال لا أدري هذا جاهل بسيط من السهولة أن تقول له وقعت غزوة بدر في السابع عشر من شهر رمضان من العام الثاني من الهجرة أصبح الآن يعلم هذه القضية رجل ثاني تسأله نفس السؤال متى وقعت غزوة بدر يقول لك وقعت غزوة بدر في العام الثامن من الهجرة هذا شيء مغلوط تقول له لا في العام الثامن من الهجرة كانت غزوة فتح مكة أما غزوة بدر فقد وقعت في السابع عشر من رمضان من العام الثاني من الهجرة انظر احتجنا إلى جهد أكبر لنصحح المعلومة الخاطئة ثم نمده بالمعلومة الصحيحة رجل ثالث تسأله نفس السؤال متى وقعت غزوة بدر يقول وقعت غزوة بدر في العام الخامس عشر من الهجرة تقول له يا أخي كيف يكون ذلك إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد انتقل إلى الرفيق الأعلى في العام الحالي عشر من الهجرة في شربيع الأول فكيف تقع غزوة بدر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات يقول لك لا 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 هذا هو الصحيح أنا قرأت هذا وسمعت هذا هل أنت تفهم أحسن مني ويصر على عناده وعلى خطأه فهذا سفيه نسأل الله العفو والعافية إذن أعظم مصيبة الجح المصيبة التي هي أعظم من الجح أن يجهل الإنسان أنه جاهل وهنا طريفة ولطيفة نبه إليه العلماء قالوا إن الله تبارك وتعالى بيّن أن الصابر له أجر كبير قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه الشريفة بيّن لنا فضل الصبر وأن الصبر من الإيمان بل إن الإيمان نصفان نصف شكر ونصف صبر وحال المؤمن يدور بين أن يكون شاكرا في السراء أو أن يكون صابرا في الضراء روى مسلم في صحيحه عن أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ومعنى ذلك أن أجر الصابر كبير قال أهل العلم اللطيفة إلا في مصيبة واحدة الصابر عليها لا يؤجر بل يأثم مصيبة الجحل مصيبة الجحل إن أصيب بها الإنسان وصبر عليها ولم يطلب العلم ناله ما يناله من الوزر والإثم لأنه مطلوب منه أن يتعلم قبل أن يعمل وقبل أن يقول لا بد من العلم وقد بدأنا الحديث بقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذه الآية بقوله باب العلم قبل القول والعمل لماذا يا ترى؟ لأنك إن لم تعمل إن لم تعلم كيف تعمل؟ كيف تعمل؟ ستخبط خبط عشواء تسير في طريق مظلم بدلا من أن تصلح تفسد وبدلا من أن تطيع تعصي وبدلا من تأتي بصالحات وقربات وطاعات تأتي بسيئات وتحسب أنك من الذين يحسنون صنعا فلا طريق للفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة إلا بسلوك طريق العلم اللهم اجعلنا من أهل العلم وارزقنا العلم والفهم برحمتك يا أرحم الراحمين قلنا أن ابن تيمية رحمه الله سمى علم التفسير وعلم السنة النبوية الشريفة بعلم غذاء الدين لأنك تريد أن تقوي دينك تريد أن تغذي هذا الدين ولا غذاء لدينك وروحك وقلبك إلا بكلام رب العالمين وبكلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ليس مجرد تلاوة للقرآن وليس مجرد حفظ لآيات الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الناس يحفظون القرآن وكثير من الناس يحفظون الكثير الكثير من أحاديث النبي العدنان لكنهم ما عرفوا المعاني ما فهموا المغازي فما ازدادوا ايمانا وكان مسلهم كمثل الحمار يحمل اسفارا انا لا اقلل من شأن الحفظ لكتاب الله عز وجل ولا اقلل من شأن الحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكننا يجب ان لا نقف عند هذه المرحلة فما انزل الله عز وجل القرآن الكريم لمجرد القراءة فقط والحفظ وانما كما قال تعالى وهو اصدق القائلين كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب فلابد من تدبر هذا الكتاب ولابد من الوقوف عند معاني الايات ولله الحمد والمنة لقد قام اهل العلم بتفسير ايات الله عز وجل في الكثير 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 من كتب التفسير كنت اسأل الكثير من اخوات الكرام في المساجد وفي حلق العلم متسائلا خبروني يا ترى هل عندكم فكرة بعدد كتب التفسير التي اولفت خدمة لكتاب الله عز وجل انا اتحدث عن الكتب المطبوعة ولا اتحدث عن الكتب المخطوطة لاننا نعلم جميعا ان هناك الاف الكتب المخطوطة في تفسير القرآن الكريم لم ترى النور بعد الله تبارك وتعالى اسأل ان يوسر لها من يخرجها الى النور خدمة للاسلام والمسلمين فكانت الاجابة تأتي غريبة وعجيبة منهم من يقول اعتقد ان كتب التفسير عشرة ومنهم من يقول خمسين والاقل القليل من اوصلها الى مئة واكثر من ذلك لقد سمعت من شيخي واستاذي عليه سحائم الرحمة والرضمان فضيلة الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله سمعت بازني هاتين انه قال ان عدد الكتب كتب التفسير التي رأت النور اي المطبوعة وهذا الكلام له اكثر من عشرين سنة اكثر من سلاسة عشر الف كتاب اقول الرقم مرة ثانية لان البعض حينما سمع هذا الرقم اصيب بزهول ووجوم سلاسة عشر الف اي وربي فانظروا رعاكم الله كيف قام هؤلاء العلماء الجهابذة بخدمة كتاب الله عز وجل ونحن عن ذلك غافلون الا القليل ممن رحم ربي وهذا كله تصديق لقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فقرآن الله عز وجل كتاب الله عز وجل ميسر للذكر ميسر للفهم ميسر للحفظ ميسر للتدبر ميسر ميسر للعمل لمن وفقه الله تبارك وتعالى فالمسألة اخوات الكرام اذا اردنا العلم الحقيقي لا تتوقف على مجرد التلاوة والحفظ كما يظن الكثيرون واننا لابد ان نصل الى مرحلة الفهم والتدبر اسعل الله عز وجل ان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب هممنا وهممنا وان يذكرنا منه ما نسينا وان يعلمنا منه ما جهلنا وان يرزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم